حقيقة فيديو غناء مايكل جاكسون لمناسك الحج بتمويل من المملكة العربية السعودية تدولت حسابات على موقع يوتيوب أغنية عن مناسك الحج نصبت للفنان الأمريكي مايكل جاكسون والدعى الناشرون بأن مايكل جاكسون سجل الأغنية قبل وفاته وتم نشرها بعد ذلك بتمويل المملكة العربية السعودية الحقيقة أن الادعاء المتداول زائف إذ أن الأغنية المنتشرة تعود للفنان والمنشد الكندي الباكستاني عرفان ميكي وعنوانها Waiting for the call وقد تم تركيب صوت عرفان ميكي على المقاطع المصورة في الخبر المتداول جدير بالذكر أن كشفت تقارير وحديثة عن مفاجآت فيما تعلق بتشريح جثة أسطورة الغناء العالمي مايكل جاكسون بشأن العديد من الندوب التي كانت في كل جسده ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية كان مايكل جاكسون مصابا بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين يعتقد أنها ناجمة عن حقا منسكنات الألم حيث تبين أيضا وجود أثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها مايكل جاكسون على مر السنين بالإضافة إلى ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف وأوضح التقرير وجود ندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه استنتج الأطباء فيما بعد أنها ناجمة عن العمليات التي قام بها كما أظهر التشريح أيضا أن شفتيه باللون الوردي دائم ناتجة عن وشم تجميلية جنبا إلى جنب مع الحاجبين بالوشم الأسود بالإضافة إلى وشم أسود ذي شكل غريب في فروة رأسه كانت ركبة ملك البوب مصابتين بردود بجانب جروح في ظهره ما يشير إلى تعرضه للسقوط قبل وفاته وكشف التشريح أن شعر مايكل جاكسون كان مستعارا حيث أن ملك البوب قبل وفاته كان أصلع تماما باسنثناء بقع من شعر زغبي على فروة رأسه وفقا لما ذكرته سبوتنيك ويعتقد أن مايكل جاكسون بدأ ارتداء شعر مستعار لأول مرة بعد تعرضه لحادث انفجار مبكر لألعاب نارية أثناء تصوير إعلام بيب سي عام 1984 أدى إلى اشتعال شعر جاكسون وتعرضه لحروق من الدرجة الثانية والثالثة وتكهم الكثيرون بأن هذه الحادثة كانت بداية إدمان مايكل جاكسون على مسكنات الألم قبل أن يتوفى عن عمر يناهز خمسين عاما بسبب جرعة زائدة من المخدر الجراحي بروبوفول اشتركوا في القناة